مرحبا تلاميذنا الأعزاء رجعنا وياكم بدرس جديد وياكم ستغفران معلمة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق اليوم موضوعنا هو الشدة موضوعنا الشدة شنو عمل الشدة؟ عمل الشدة انو تكرر الحرف مرتين شنو عمل الشدة؟ تكرر الحرف مرتين لاحظوا تلاميذ الأعزاء ادنا هذه الحروف حرف القاف، حرف الدال، حرف الزاي وحرف الرأ لاحظوا ويايا شلون راح يكون عمل الشدة مثل ما ذكرنا انو عمل الشدة انو تكرر الحرف مرتين لاحظوا عندي الحرف متكرر مرتين شلون راح الشدة تخفي حرف؟ زين شلون؟ عندي هنانا حرف القاف وراح أخلي فوقا الشدة زين، راح تسألون وين راح حرف القاف الثاني؟ وين راح؟ واحد بقى ثابت بمكانه والثاني وين صعد؟ صعد بالشدة صعد لي فوق الشدة احنا مو قلنا تكرر الحرف مرتين؟ فش نسوي؟ نكتب حرف واحد والحرف الثاني يصعد لي فوق نجي نطبقها على حرف الدال نكتب حرف الدال ونكتب فوقاها شدة زين؟ وين راح حرف الدال الثاني؟ صعد للشدة هذا نكتب واحد والثاني وين نصعده؟ بالشدة نكتب واحد من حرف الدال والثاني هذا الثاني نصعده بالشدة نضع الشدة فوق حرف الدال أو فوق أي حرف متكرر نجي نطبقها على حرف الزاي نكتب حرف الزاي نضع الشدة فوقاها زين؟ حرف الزاي والواحد منعتهم؟ خلينا نكتبه والثاني وين صعدنا؟ صعدنا وين؟ بالشدة هنا حرف الرا نكتب واحد والثاني صعده بالشدة يعني حرف نكتبه وحرف الثاني وين نصعده المتكرر؟ بالشدة نضع فوق الحرف المشدد وحط الشدة لاحظوا؟ هادي زين؟ عندي الكلمات ما تدرس عندي قد دوري قد دوري وز زان لاحظوا دا أكرر الحرف مرتين بز زاز مر ر دق ق دا لاحظوا دا باللفظ دا أكرر الحرف مرتين زين؟ نجي نخلي الكلمات إلى أصلها نرجحها إلى أصلها أصل كلمة قد دوري لاحظوا الشدة وين موجودة؟ على حرف الزاي وين موجودة الشدة؟ على حرف الزاي هنا وين موجودة الشدة؟ على حرف الزاي نانا هماتين على حرف الزاي على حرف الراء واكف الشدة على حرف القاف رح نرجع الكلمات لأصلها قد دوري رح أصير قد دوري قد دوري لاحظوا تلاميذ العزة متكرر الحرف اللي فوقها الشدة حرف الدان متكرر مرتين هذه أصل الكلمة قد دوري قد دوري نجي نرجع كلمة وز زان إلى أصلها وز زان وز زان شلون الحرف المتكرر وين الحرف المتكرر حرف الواب حرف الواب حرف النون لو حرف الزاي أحسنتم حرف الزاي ليش؟ لأنه فوق الشدة أي حرف فوق الشدة يعني هو هذا الحرف المشدد يعني الحرف المتكرر نانا تكرر حرف الزاي نجي لكلمة نجي لكلمة بز زاز نرجح لأصلها بز زاز الشدة وين واقف الشدة؟ على حرف الزاي يعني الحرف رح يتكرر مرتين تكرر الحرف مرتين نجي لكلمة مر مر را مر لاحظوا تكرر الحرف مرتين عد كلمة مر را مر را نرجح كلمة دق تكرر الحرف مرتين ليش؟ لأنه فوق حرف القاف واقف الشدة شنو عمل الشدة؟ تكرر الحرف مرتين تكرر الحرف مرتين حتى ما يصير خلل بالكلمة را حلو ش راح نسوي؟ نكتب واحد من الحروف واحد من حرف القاف أي حرف متكرر نكتب واحد من عنده والثاني وين نصعده؟ صعده بالشدة وين نصعده؟ صعد الحرف الثاني المتكرر بالشدة زي التلاميذ العزاء يلا آنوا إياكم نقرأ الدرس ميزان قدوري قدوري وزان وزن زبيبة مازين نادر بزاز نادر مر من دربنا مازين دق بابنا مازين دق بابنا لاحظوا تلاميذ العزاء لاحظوا تلاميذ العزاء الحرف المتكرر ينتهي درسنا لهذا اليوم نلقاكم في دروس أخرى إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة